لو بيدي يا حيين كين تبع لأمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابنو يا الحالي لاجه بينك وبيني بصوت المرح صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى مضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا أحسادتي ما خايا يا أبو الله من تمسك بكم وأمنا يا من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما تأوه قلبي والفعاد كئيب وأرق نومي فالسهاد عجيب فمن مرسل عن الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب ذبحوه بلا جرمي كأن قميصه بماء الأرجوان خضي خضي جمع قميصه وللسهف أعوال وللرمح وعن وللخل من بعد الصهيل نحيا النحيا تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذيب إن كان ذنبي حب آيال محمد فذاك ذنب لست عنه أتويب هم شفعي في يوم حشري ومفزعي إذا ما بدى للنظرين خطيب يا ابن النبي المصطفى وسيد الكون بارك الله بارك الله هذه أول ليلة من نيالي محرم الزهراء حاضرة الإمام الحج حاضر الإمام الصادق الأنبياء والمرسل ولا تغسروا عن الحسين بربح الأصوات الله 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 يا ابن النبي المصطفى وسيد الكون حزنك مثل حبك فرايا يا ضيام شيد ليل ونعار نصيح يا مظلوم يحسن وهذا شيء هذا شهر ميقات العزاة شهر الكدر عاشور من يطلع إحلاله شهر الكدر عاشور ميقات الرزاة من يطلع إحلاله علي يا معشر الشيء إنا يا يدي نادي عليك يا عز الشريع يا ينادي عليك يا عز الشريع البرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا على ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وقال النبي الأعظم أبي القاسم محمد حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأسباب صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لتعجيل فرج المؤمنين صحب الأمر لشفاء المرضى لقضاء الحوائج للرحمة للموتى لعافية الأحيا لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين أرفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليك شخصية عالمية وليس فقط شخصية للمسلمين لأن ضيق النظر قد يكون أنه يدعي أن الحسين شخصية إسلامية فقط أو أنه الإمام الحسين فقط للطائفة الجعفرية أو للطائفة الشيعية فقط لا هذا قصر النظر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو شخصية عالمية كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن يقول بالنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمون الذين الله ربهم الذي نرى والذي لا نرى الذي نعقل والذي لا نعقل فالحسين صلوات الله وسلامه عليه هو امتداد لأن الإمام امتداد لمن؟ للنبوة فالحسين صلوات الله وسلامه عليه هو امتداد لجده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعد أبيه وأخيه فهو الإمام الشرعي الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعندما يكون الحسين امتداداً لرسول الله صلى الله عليه وآله أصبح الحسين شخصية شنو؟ عالمية وليس شخصية فقط إسلامية وشخصية لأن أخو ناس يقول لك والله الإمام الحسين عليه السلام فقط لهؤلاء الشيعة الذين يلطمون ويبكون عليه لا الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه شخصية إسلامية عالمية هزت أركان الوجود بأكملها وهذه الليلة وهي الليلة الأولى من محرم الحرام نستعرض شخصية الحسين من ثلاث محاور المحور الأول من القرآن الكريم وكيف ذكر الحسين وآل حسين بالقرآن الكريم والمحور الثاني شخصية الحسين بالحديث النبوي أو بالسنة النبوية المطهرة ما هو فعل النبي مع الحسين وما هو قول النبي بالحسين صلى الله وسلامه عليه والمحور الثالث شخصية الحسين كحسين بن علي صلى الله وسلامه عليه ما دوره؟ ما الأدوار التي قام بها الحسين صلى الله وسلامه عليه أخلاقه أفعاله ماذا فعل الحسين في حياته وماذا فعل الحسين حتى بعد مماته وأرجوكم وأستبيحكم عذرا من الآن إذا تعدى الوقت أكثر شوية اتسامحوني لأنني أنا ما تعوت أن أبتر المواضيع بترا وموضوع كشخصية الحسين وأنا القاصر اللسان والكليل البيان يجب أن نعطيه حقه من المحاور أولا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسوف أستدلل باستدلالات وأرجو من الجميع وخصوصا من الشباب من الجنسين الرجال والنساء إخواني أشباب أنا سوف أذكر لكم أكثر من عشرين مصدر من مصادر أخواننا أبناء السنة والجماعة من المنصفين الذين قد تكلموا بكل إنصاف وبكل حيادية في شخصية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأعطيك الاستدلال بهذه المصادر لكي تذهب إليها وتراجعها وتقلبها وتنظر إلى مكان الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم ذكر في أكثر من آية موجيك بعض الناس يقول هذول الشيعة والله عندهم خزعبلات وعندهم بعض الكلمات التي ما تدخل العاقل مثل ما هي يقول والله يقولون تقولون أن أهل البيت قد ذكروا بالقرآن بينما القرآن ما سمعناه ذكر أهل البيت القرآن قال يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا يحيا يا زكريا حتى ذكر النبي قال يا محمد صلو على محمد ما سمعنا أن القرآن قال يا علي أو قال يا فاطمة أو قال يا حسن أو يا حسين فأنتم تغايلون في هذا الشيء الجواب أبسط ما يكون وبدون فلسفة وتعقيدات القرآن الكريم نزل على أربعة أشكال يا مؤمنين القرآن نزل على أربعة أشكال الشكل الأول نزل بالنهي ينهاكم عن شيء أو يأمر بشيء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذا نوعين النوع الأول أمر النوع الثاني نهي النوع الثالث من القرآن الكريم الذي نزل عليه القرآن الكريم نزل بالحوادث إذا حدثت حادثة القرآن ينزل مثل ماذا مثلا مثل حادثة الذي جاء إلى النبي قال يا رسول الله ادعيت أنك إله واحد فقبلناك وادعيت أنك رسول الله فصدقناك والآن تدعي بأن ابن عمك علي ابن أبي طالب هذا ولي من بعدك فإن كنت صادقا فاسأل الله أن ينزل علي عذابه الساعة سأل سائل بعذاب واقع القرآن واضح فهذه حادثة نزلت في الحال عليه الله قتله في حال هذا نوع ثالث النوع الرابع نزل القرآن بالمتن والتشريع مر القرآن يشرع لنا تشريع أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا يعطيك استدلالات في مواقيت الصلاة فهذا يسمى تشريع أو أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدها فمن شهد منكم الشهر فل يصم هذا تشريع من القرآن ومرة لا القرآن ينزل بالمتن ما هو المتن؟ أنه الحادثة التي تحدث ينزل عليها القرآن الكريم الآن دعونا نستعرض جملة من آيات القرآن الكريم لنرى هل ذكر فيه أهل البيت أم لا؟ بالحوادث وسوف أيضا أعيد وأفصل بأنه سوف أعطيكم الاستدلالات من كتب أخواننا السنة والجمال أولا الآية الأولى التي نستدل بها بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا الآية واضحة نزلت الآية في ماذا؟ بحادثة حدثت ما هي أن الزهراء وأمير المؤمنين قد نذر لله سبحانه وتعالى ناذر واستبياب الله سبحانه وتعالى وراجع سورة الدهر سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وبعدين تروح تتسلسل الآية تقول ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا طيب الزهراء وأمير المؤمنين مرض الحسنان صلوات الله وسلامه عليهما فنذر أمير المؤمنين والزهراء إذا الله شاف الحسن والحسين يصومون لوجه الله ثلاثة أيام وفعلا الله استجاب لدعائهما في اليوم الأول ويطعمون الطعام على حبه مسكير يأتي وقت الإفطار إفطار أهل البيت قرص من الخبز الشعير تطحنه الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وماء فاتر قراح في اليوم الأول وإذا بالباب يطرق أنا مسكين أعطوني مما أعطاكم الله أمير المؤمنين يرفع القرص الزهراء تتبعه ثم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما يمتد هذه الآية إلى ثلاثة أيام بالتفصيل الإلهي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرابات ثلاثة أيام يصومون ويفطرون على ماء خالي أهل البيت حتى دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الثالث تقول الرواية فما لرأى وجوههم قد مالت إلى الصفر والزهراء ترتعد صلوات الله وسلامه عليهما قال ما لي أراكم على هذه الحالة قالت وأنت العالم يا أبا لنا ثلاثة أيام نصوم ولا نفطر إلا على ماء قراح وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده تحت شيبته المقدسة تحت كريمته المقدسة قال اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أنزل علينا مائدة من السماء يا رب العالمين ما استتم النبي كلامه إلا ورعيل من الملائكة يقدمهم جبرايل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل يا محمد العلي الأعلى يغرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك هذه هدية مائدة من الجنة لا يأكل منها إلا محمد وآل محمد وخلدت السماء هذا العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى لأن القرآن يا مؤمنين ما ترك شاردة ولا واردة لأهل البيت إلا وسجلها القرآن السماء ما تركت شاردة ولا واردة لآل محمد إلا وذكرتها ووثقتها تدري لماذا لعمل واحد بسيط لأن عملهم لوجه الله إنما نطعمكم شنو لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فالعمل إذا كانت النية لوجه الله الله يتقبل العمل أسألك بالله هل القرآن قال علي وفاطمة والحسن والحسين ولا ما قال في هذه الآيات بالحادثة قال ولا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نجعل لعنة الله على القوم طيب معروف الآية أسقف نجران أسقف نجران جاء في المباهلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نباهلك على أنك أنت لست بنبيه النبي قبل وضع قال قد انضحن إن شاء الله ما هي المباهلة المباهلة بكل بساطة ملاعنة هذه المباهلة أن كل فريق يخرج بأعز من لديه ويقول اللهم اجعل غضبك وانتقامك وسخطك على القوم الكاذب منا هذه المباهلة بكل بساطة هذه المباهلة بكل بساطة طيب النبي قال لهم غدا انضحان إن شاء الله نخرج خرج النبي في اليوم الثاني من الذي مع رسول الله ما هو أصحاب النبي كانوا موجودين زوجات النبي كانوا موجودين خرج رسول الله بيمينه الإمام الحسن وفي يساره الإمام الحسين ومن خلفهم فاطمة الزهراء ومن خلفهم أمير المؤمنين أصطف نجران بالليل قال إذا خرج عليكم هذا الذي يدعي النبوة غدا بأصحاب له فباهلوه أما إذا خرج عليكم بأهل بيت له فلا تباهلوا فإنه صادق مصدق لما خرج رسول الله بهذه الكوكبة النورانية على طول أصطف نجران قال والله إني أرى وجوها لو أقسمت بها على السماوات السبع والجبال والشموس والأفلاك والأقمار على أن تزول لزالت من أماكنها فلا تباهلوه فإنه صادق مصدق وأنه نبيه فعلا معاملوا مع النبي مصالحة على الجزية طيب أنا أسأل بالله أسألكم بالله يا مؤمنين وأسأل العقال هل القرآن قال علي وفاطمة والحسن والحسين ولا ما قال بالمثن قال ولا ما قال بالحادثة قال ولا ما قال القرآن إذن القرآن الكريم يذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل حادثة بأبيه وأمه دعونا نستعرض قاية أخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة النبي بعد أن أقفل راجعا من حجة الوداع وقبل وفاته بأيام أو أسابيع هذول بعض الذين عندهم رأي اجتمعوا وقالوا والله هذا رسول الله ما نقصر معانا وكذا فإحنا نريد أن نعطيه أجر رسالة واحد قال شنو نعطيه واحد قال نجيب بودر دنانير واحد قال نجيب ذهب واحد قال نجيب فضة واحد قال نجيب إبل واحد جاء لها وراحوا جمعوا من هذا متاع الدنيا يفكرون رسول الله صلى الله عليه وآله ها متهالك على الدنيا طيب جاءوا طرقوا الباب قالوا يا رسول الله لقد جعناك بهذه العطية شيء ماعز شيء إبل شيء غنم شيء أموال شيء ذهب شيء فضة وأسيا جاء قال ما هذا قال هذا أجر رسالتك نحن قوما كنا قوما جهلاء يأكل القوي مننا الضعيف نأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقد أنقذك الله بنا فأخرجنا من الظلمات إلى النور فهذا أجر رسالتك النبي أطرق برأسه هنا وإذا بجبرئيل ينزل من السماء العلي الأعلى يغرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام وينزل عليك بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرباء إذا صحيح تريدون أن تعطيني أجر رسالتي الله الله بعلي وآل علي من بعد الله الله بفاطمة وآل فاطمة من بعد ثم يقوم ذلك الرجل يرفع قصيعته في حضرة رسول الله ومن هم قرباك يا رسول الله قالهم علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام ودعني أكتفي بهذه الآيات وإلا لو جلسنا إلى غد نتكلم بالآيات التي نزلت بالقرآن الكريم في أهل البيت لما انتهينا لأن القرآن الكريم بالمجمل أعطيك بالمجمل لأن القرآن الكريم بكليته نزل إما مدحا في محمد وآل محمد أو قدحا في أعداء آل محمد بكل بساطة الله صحيح محمد وآل فهذا المحور الأول أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان ذلك النجم الشامخ في كتاب الله العظيم وهذا كتاب الله الكبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي أنزل الله فيه آية قال إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له تحافظون حفظ القرآن الكريم بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالحسين في القرآن كان ذلك الذبح العظيم ذكره القرآن بكل جلاء والأحاديث موجودة كما قلت لك وسوف أعطيك وأزودك بالمصادر لاحقا إن شاء الله فهذا المحور الأول أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه امتدادا للنبوة كان إماما مفترض الطاعة عند الله سبحانه وتعالى مع ملاحظة شديدة الملاحظة أنتم تعلمون كلكم تكلمنا في ليلة البارهة عن فضل الزيارة أنتم تسامعين وشغارين زيارة عاشرة طيب في زيارة أخرى اسمها زيارة وارث صحيح؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى حبيب الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله عجيب أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الزيارة وهي من الإمام جعفر بن محمد الصادق والإمام الصادق إمام مفترض الطاعة كلامه كلام الله بأن الإمام الحسين في يوم عاشوراء عندما سقط عندما قتل عندما سحقته الخيول عندما تجمعت عليه تلك العصابة إنما قتلوا جميع الأنبياء وقتلوا جميع المرسلين وقتلوا جميع الشرائع الإسلامية ليس فقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الحسين كان يمثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا بصريح كلام الإمام المحصوم صلوات الله وسلامه عليه هذا الإمام الحسين العملاق الكبير يأتي من يستهزئ أنتم تجلسون وتبكون على الحسين ما لكم وهذه المجالس إلى متى هذا الحزن لا ينقضي نعم هذا حزن لا ينقضي على الحسين أبدا لا ينقضي أبدا إن في قلوب المؤمنين حرارة كلام رسول الله في قلبهم لولدي الحسين لا تبرد إلى يوم القيامة الحسين عليه السلام ذلك العملاق الكبير صلوات الله وسلامه عليه هذا المحور الأول قد نضعه جانبا المحور الثاني الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أحاديث ما هي السنة النبوية ما هي السنة أولا كلنا نحن سنة وأنا أعلنها صراحة لا فرق بين شيعة وسنة يا أخوان كلنا أخوان أحنا نتكلم عن الأخوان المعتدلين الذين ليس في قلوبهم مرض وليس في قلوبهم بغض آل محمد هذا اللي في قلبه بغض آل محمد أحنا ما ننشقه لويا هذا الذي يتكلم على أهل البيت ويبغض أهل البيت ويضع أهل البيت في غير نصابهم أحنا ما أعلن منا هذا معنا أحنا نقول له آية واحدة إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام فقط ما ندخل في مساجلات ولا في مهاترات ولا في أشياء كبيرة لأن من أراد الحق فالحق واضح كالشمس في رابعة النهار الذي يريد الحق الحق واضح يا مؤمنين ولكنهما خطان متوازيان يمشيان ولا يلتقيان الخير والشر الحق والباطل هكذا الدنيا من بداءة خليقتها إلى انتهائها هناك خط نوراني من مشابه يسلكه إلى الجنة وهناك خط آخر من مشابه يذهب به يسوقه إلى النار سوقا وإنما الأخوان المعتدلين الذين بيننا وبينهم حتى نسابة وقرابة نأكل من غدائهم ويتعشون من أبدا يا مؤمنين أخواني الله الله في هذه البلد الطيبة والله العظيم ما تحتمل أي مشقة أبدا أحنا ما عندنا غير هذه البلاد بلاد الخير أدام الله عزها وما الغزو عنا ببعيد عندما ضاعت وقفنا حيارا جميعا والنبي يقول حب الأوطان من الإيمان اللي ما يحب وطن ما عنده أمان ما عنده إيمان يا مؤمنين فلا ترخصوا في بلادكم ولا تدعوا للفتن مجال تدخل من هنا ومن هناك فكلنا أخوة متماسكين ما هي سنة النبي؟ سنة النبي ثلاثة يا أخوان قول النبي وفعله وتقريره هذه السنة النبوية المطهرة إذا أنا صادق بتسنني لرسول الله صلى الله عليه وآله أتبع هذه الثلاث قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي طيب دعونا نستعرض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحسين صلى الله وسلامه عليه جملة من الأحاديث الإمام النبي صلى الله عليه وآله يقولها في الحسين بأبيه وأمه حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأسباط حسين مني معروفا أنه ابن بنتي الولد من الأب هذا شيء معروف ولكن الأب من الولد هذا شلون النبي يقول حسين مني بعدين يقول وأنا من حسين شلون أنا من حسين قالوا له كيف يا رسول الله حسين منك عرفناه أنه ابن بنتك ابن فاطمة الزهراء ابن أمير المؤمنين ها ولكن أنت من الحسين شلون قال نعم إن الدين لا يستقم إلا بحسين صلوات الله وسلامه وأنا أعيد وأقول قلتها البارح والليلة أكررها والكل يسمع والكل عنده هذه المعرفة ولكن التذكار يعلم الشطار والله لو لا الحسين ودم الحسين ونهضة الحسين وقيام الحسين وغيرة الحسين على الدين لما بقى من الدين وجودا أبدا لأن الحملة الشرسة على الدين في ذلك الوقت كانت حملة إبادة إبادة تامة شاملة كاملة للقرآن وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقفة الشبوخ ووقفة العزة والإجلال والإكبار حسين مني وأنا من حسين بعد أن يقول أحب الله من أحب حسين أيما مؤمن وقع في قلبه حب الحسين أي حب الحب الصادق مو في ناس عندها لقلقة لسان يقول أنا أحب الحسين يحب الحسين بلسانه أما بأفعاله وأقواله لا والله ما يحب الحسين لا والله ما يحب الحسين لا بالأفعال ولا بالأقوال يا مؤمنين إنما حب الحسين فعل وعمل أنا أحب الحسين وأنا متكاسل عن صلاتي هذه أي محبة أنا أحب الحسين وأنا عاق لوالدي هذه أي محبة أنا أحب الحسين وأيتي الفواحش هذه أي محبة حب الحسين إنما يكون حبا صادقا بجميع الأركان قولا وفعلا وعملا فإن لم يكن كذلك فما كان حبا هذا الأقلقة لسان فقط مر رسول صلى الله عليه وآله وسلم أقرب لك المعنى النبي ذات يوم مر على ناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جايهم الآن جايهم النبي مر عليهم شنو رفعوا قصيعتهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي مر سلم راح ثم التفت مع أصحابه قال والذي نفس محمد بيده إن ما يدحرجه الجعل برجليه خير عند الله مما في قلوبهم فوالله ما وصل الإسلام حنجرة واحد منهم في ناس منافقون أظهروا وأبطنوا شيء والقرآن صريح واضح إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين شنو؟ لكاذبون منافق يعطيك بالكلام شيء ويبطن شيئا آخر فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد أظهار حب الحسين بالقلوب الحقيقية المتشربة في حب الحسين حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين ثم يقول حسين صبط من الأسباب طيب النبي الأعظم هذا في قول النبي النبي الأعظم في ليلة الإسراء والمعراج القرآن يقول لنريه من آياتنا الكبرى لما رجع النبي صدقه من صدقه أيضا كذبه من كذبه في قضية الإسراء والمعراج وإذا عمار بن ياسر هذا البطل يقال له يا رسول الله اسمع 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 السؤال بالله عليك خل كل كلامي هذه الليلة أطلع بهذه الفائدة اسمعوا يا مؤمنين عمار بن ياسر يسأل رسول الله قال له يا رسول الله ما أعظم آية رأيتها في إسرائك ومعراجك وإذا جواب النبي قال يا عمار أعظم آية رأيتها إني رأيت على ساق العرش مكتوبا إن حسينا مصباح هدى الله الله إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة أعظم آية رآها رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج وجهك إلى الحسين عليه السلام فلا تشرق ولا تغرب لأن الحسين من الله وإلى الله وفي سبيل الله فالحسين عليه السلام في السنة النبوية المطهرة بأبي هو وأمي بالقول والفعل والتقرير هذا قول النبي طيب أيضا من الأحاديث حسين مني وأنا من حسين من الأحاديث الحسن والحسين ريحا نتايا من الدنيا الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا يعني قاما للحرب أو قعدا عن الحرب ما هم إمامان صلى الله عليه وسلم الحسين في آخر لحظات حياته في كربلاء وحيدا فريدا قتل الجميع وقف استوى على ظهر جواده وإذا بهاتف من السماء حسين إن كنت تريد الدنيا فارجع فأنت إمام على كل حال ولكن اعلم بأن هولك مقاما في الجنة لا تناله إلا بالشهر وإذا بن لداء إن كان دين محمد حسين عليه السلام ما كان يشتري في الدنيا ويبيع الإمام الحسين عليه السلام كان يشتري ويبيع مع الله سبحانه وتعالى التجارة تجارة إلهية مو تجارة الدنيا أموال ودنانير وكذا ومصالح وبيع وشراء لا الحسين تاجر مع الله لذلك خلد الله الحسين دنيا وآخرة هكذا الخلود يكون هكذا الخلود يكون هذه النية الصافية من الحسين مع الله الله سبحانه وتعالى جعل الحسين هكذا طيب الحسنة والحسين ريحانة تاية من الدنيا الحسنة والحسين سيدة شباب أهل الجنة والغريب الغريب أن هذا الحديث يتكلم به الكل أن الحسنة والحسين سيدة شباب أهل الجنة يجيك واحد ما تدري هذا عقله شنو شنو يقول لك يقول لك والله الحسين قتل بسيف جد لأن الحسين قد خرج على إمام زمانه والنبي يقول من خرج على إمام زمانه مات ميتة جاهلية والحسين خرج على إمام زمانه يزيد ابن معاوية فقتل لأن النبي قال من خرج على إمام زمانه مات ميتة جاهلية فالحسين قتل بسيف جده بكلام جده ما تدري أي عقول ملوثة هذه ما هو الإمام الشرعي الحسين في المعادنة ما بين معاوية والإمام الحسن عليه السلام من بنود الصلح بأن الإمام الحسن هو الإمام الشرعي فإذا هلك معاوية ومات الحسين الحسن يرجع الأمر إلى من؟ إلى الحسين عليه السلام هذه من أساس بنود الصلح أو المهدنة التي كانت بين الحسن عليه السلام ومعاوية طيب أنت تأتي تضع يزيد ما هو الإمام الحسين صاريح واضح وضوح الشمس كما قلت لك الإمام الحسين ما كان يهادن في الدين الإمام الحسين ما كان يذهب إلى الشعارات السياسية البراقة لا أبداً الإمام الحسين رفعها صريحة واضحة إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى ورسوله بالحق لأن الإمام الحسين كان يمثل الحق الإلهي كان يمثل الحق التشريعي لذلك في سنة النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا قوله كان يقف على بيت الزهراء يحرك تلك الحلقة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الواحي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قيل يا رسول الله ومن أهل بيتك قال علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلم هذا في قول النبي أما في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا يا مؤمنين دخل أبا بكر ذات يوم على رسول الله وإذا بالنبي قد أردف الحسن والحسين على ظهره يلاعبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردف الحسن والحسين نظر إليهما قال نعم الجمل جملكما أبو بكر قال نعم الجمل جملكما التفت إليه النبي قال يا أبا بكر ونعم الراكبان هما ونعم الراكبان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم النبي صلى الله عليه وآله في المسجد مسجد النبوي يصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا تقرير من رسول الله فعل من رسول الله للإمام الحسين لمكانة الإمام الحسين عند النبي عند الإسلام يا مؤمنين ورسول الله سوف أعيد هذه الآية في كل يوم وهذا الكلام في كل ليلة رسول الله قوله فعله تقريره ما يصدر من رسول الله كله من عند الله لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى كل ما يصدر من رسول الله فإنه من الله سبحانه وتعالى بصريح القرآن بصريح الآية النبي ذات يوم يصلي في المسجد صلاة جماعة مو صلاة أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفل لوحده لا كان يأم المسلمين في المسجد النبوي الشريف بينما النبي يساجد إذ جاء الحسين فركب على صدر على رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالنبي يطيل السجود ويطيله يطيل السجود ويطيله حتى شق على بعض أصحابه فلما فرغ النبي من صلاته قالوا يا رسول الله أنزل عليك الوحي وأنت في سجودك أطلت السجود علينا قال لا لم ينزل الوحي ولكنه ولدي الحسين على منكبي فوالله ما أحببت أن أنزله إلا أن ينزل لوحده أسألك بالله من هذا الحديث إن فاتUST ما هو الإستنتاج من هذا الحديث من فعل الري نبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل الحسين إلا أن ينزل الحسين لوحده هذا مؤمر إلهي هذا ممكان كبرى للإمام الحسين هذا فعل عظيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم النبي أيضاً كان على منبره في المدينة في المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وآله على منبره يخطب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب جهوري الصوت تحف الجبال والشموس والأقمار والأفلاك والسماوات والأشجار والبحار كلها لصوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي كان يخطب بالناس خطبة عامة جامعة والظاهر أنه كان خطبة جمعة تقول الرواية بين يقول سلمان بينما نحن كذلك إذ دخل الحسين بن علي المسجد أربع سنوات خمس سنوات عمره يقول بينما الحسين يتخطى الرقاب إذ تعثر فسقط على وجهه بأبيه لاحظ وإذا بالنبي يا مؤمنين يهدم خطبة كاملة رسول الله وإذا بالنبي يهدم الخطبة وينزل من على منبره يتخطى الرقاب إلى أن يصل إلى الحسين فيلتقطه يأخذ الحسين يرجع مرة ثانية على المنبر يضع الحسين على فخذه يقول عند ذلك فرفع الحسين بكلتا يديه رسول الله أمام الناس ووقف على رجليه رسول الله قال أيها الناس من عرف هذا فقد عرفه ومن لم يعرفه أنا أعرفه به إنه الحسين بن علي بن أبي طالب وأيم الله من أحبه وأباه وأمه وأخاه فإنه معي في درجتي بالجنة وقال بسبابته هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الكريم مو جميع الأنبياء انتهت معاجزهم إلا معجزة رسول الله فالنبي كان ورد حسين كان امتداد لهذه المعاجز امتداد لهذه الرسالة امتداد لهذه الشرائع الكبرى فكان الحسين تلك الشخصية العظيمة التي لا يشق لها غبار أبدا ودعني أدخل معك في المحور الثالث أيها المؤمنون شخصية الحسين كحسين عليه السلام أولا أفوا سوف أذكر المصادر التي استقيت منها الأحاديث وهذه المصادر هي التي إن شاء الله في الليالي الثلاثة عشر التي سوف أغضيها في قدمتكم إن شاء الله تكون المصادر من هذه الكتب إن شاء الله واحد فضائل الخمسة اثنان كنز العمال الجزء الأول والثاني مستدرك الحاكم النيسابوري الجزء الثالث صفحة مئة ثلاثة وعشرين مسند أحمد ابن حنبل الجزء الأول الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني نور الأبصار للشبلنجي ميزان الاعتدال للذهبي الرياض النظرة للطبري المناقب للحافظ الخوارزمي نزهة المجالس للبيهقي صحيح مسلم صحيح البخاري سنن أبي داود الترمذي النسائي لسان الميزان الإمامة والسياسة لابن خاذبيه والسيوطي في الدر المنثور هذه كلها مصادر من أخواننا أبناء السنة والجماعة فمن أراد أن يرجع بها ليرى الأحاديث الكثر والكبيرة والعميقة في حسين وآل حسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأرجو من الشباب أن لا يتركوا قراءة هذه المصادر لأنها مصادر مهمة جداً تدعو إلى الثقافة العالية وإلى أنك تجيب بكل أريحية على كل ذي شك يشك في حسين وآل حسين صلوات الله وسلامه عليهم وكما قلت لك بأن هذه المصادر هي التي سوف تبقى ونذكرها إن شاء الله في كل ليلة بالصفحة والساطر حتى لا يكون عند أحد أبداً أي شك أوربه الآن أنتقل إلى المحور الثالث وهي شخصية الحسين بن علي بن أبي طالب في الإسلام الحسين عليه السلام في حياة أبيه كانت له وقفات كبيرة في حياة أمير المؤمنين لأن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت لهم تلك الوقفات مع أمير المؤمنين أولاً الإمام الحسين كان من المدافعين عن أمه الزهراء حينما ذلك اليوم يوم الباب يا مؤمنين الإمام الحسين وذلك الرجل يسألونه يقول والله ما أسفت على دنياي إلا ثلاث وددت أن لم أفعلها قيل له ما هي قال أم الأولى وددت أن لم أغتصب ولاية علي بن أبي طالب لأني سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه قيل له وما الثانية قال وددت أن لم أكشف بيت فاطمة الزهراء لماذا قال لأني سمعت رسول الله بأذني هاتين يقول إن الزهراء يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاه قيل له وما الثالثة قال وددت أن لم أروع الحسن والحسين فعندما دخلنا على الزهراء في بيتها وجدتهما يضطربان ويرتجفان إلى أمهما فاطمة الزهراء وكان الحسن والحسين يمانعاني ويدفعاني عن أمهما الزهراء إلا أني لطمتها على وجهها حتى سقطت إلى الأرض فلما رفستها على ظلوعها جاء الحسن جاء الحسين سقطا على أمهما لكي يمانع الضرب من عمهما فاطمة الزهراء هذه حياة مأساة للإمام الحسين العمام الحسين عاش هذه المأساة الكبيرة فأثرت في حياته إلى يوم عاشوراء وسوف أذكر لك بالتسلسل ما جرى على الحسين في يوم عاشوراء وكيف كانت أمه الزهراء حاضرة بأبيه وأمه طيب فالحسين عليه السلام أثرت به الشيء الآخر أن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما كان ذاكين العملاقين في حياة أبيهما والنبي أو الإمام الحسن الإمام أمير المؤمنين يقول ولدي حسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي كان يقدمهما للإجابة على الأسئلة كان يقدمهما للصلاة بالناس جامعة كان يبعثهما إلى ثغور المسلمين كان كان أمير المؤمنين يقدمهم بالحروب ومعروف في صفين والجمل والنهروان من كان يحبل راية أمير المؤمنين غير الحسن والحسين صلوات الله وسلامه فالحسين كان شخصية فذة شخصية عملاقة شخصية معطاء بأبيه وأمي ودعني أذكر لك حادثتين أو ثلاث تبين أخلاق الحسين وبعد نظر الحسين في الدين والإسلام لاحظوا يا مؤمنين من يحافظ على شرف العالم ومن يحافظ على نواميس العالم غير الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه أولا جاء رجل إلى الإمام الحسين قال له يا أبا عبد الله أنا فقير أنا جائع أنا عريان أعطني بعض الأموال لكي أستعين بها على دنيا الإمام الحسين كان كريم عنده مضافة كبيرة لإمام الحسين يستقبل الناس في مضافته يقضي حوائجهم يعطيهم يجيب على أسئلتهم يحرك الناس إلى ثغور المسلمين في كل اتجاه الإمام الحسين ما كان الإمام الحسين جالس في بيته بالمدينة وفقط مع السلامة لا 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 الأمم مو هذه وظيفتهم وإن كان لنا في درس العقائد في الليلة المقبلة تعرفون أن أهل البيت كالشمس هي واحدة ولكنها على العالم بأكمله صلوات الله وسلامه طيب فجاء إلى الإمام الحسين قال له يا مولاي اعطني فإنك تجزل العطاء الإمام الحسين ما أحب يعطيها شكل أراد غال له أسألك عن ثلاث فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلثة ما عندي وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك الثلثين وإن أجبت على ثلاث أعطيتك السرة وعندي سرة مختومة قد جاءتني من اليمن فيها ألف دينار ذهب قال سل ولا حول ولا قوة إلا بالله قال له الإمام الحسين وما يزين المر الرجل شنو يزينه قال علم معه حلم علم معه حلم الإنسان يكون عنده علم بعد يكون حليم لا يغضب على الناس لأن بعض الناس قد تأتي ببعض الأسئلة قد تأتي ببعض الأشياء التي حقيقة في غير محلها في غير واقعها أو غير كذا دائما يكون علم معه حلم دائما العالم يتصع صدره للناس لأسئلة الناس لأفعال الناس لأقوال الناس لأن الناس ليس على مصطرة واحدة ها؟ منهم من عالي منهم من متوسط منهم من هو في الرتبة فكل يخاطب على قدر لسانه وعلى قدر عقله قال الحسين وإن أخطأه ذلك أحسنت هذه إجابة صحيحة علم معه حلم قال فإن أخطأه ذلك إذا ما عنده علم وحلم قال مال معه كرم لأن زينة المال الكرم أن يكون الإنسان كريما معطاءا والقرآن صريح واضح وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الإنسان يكون كريما وإن الله ليحب الكريم وهو الكريم قال أحسنت فإن أخطأه ذلك إذا ما عنده مال كرم قال فقر معه صبر بعد فقير يصبر على الدنيا وما يجري فيها هنا أجاب على الثلاث الإمام الحسين أراد أن يداعبه في الرابعة قال أحسنت فإن أخطأه ذلك قال بولاي أنت قلت ثلاثة الأنصر أو أربعة قال أجب أجب عن الرابعة قال فإن أخطأه ذلك قال يا مولاي إذا أخطأه ذلك تنزل عليه صاعقة من السماء فتحرقه بعد يموت أحسن له فتبسم الحسين عليه السلام وأعطاه تلك الصرة المختومة التي قد جاءته من اليمن وهذا من كرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأخلاقه وبعد نظره وحفظه لماء المسلمين ماء وجوه المسلمين الإمام الحسين بهذه الحركة أراد أن يعطي الناس درسا بأنه حفظ ماء من جاء يسعلكم شيئا الإمام الحسين يأتي إليه ذلك السائل يطرق عليه الباب ما خاب من جاءك وحرك دون بابك الحلقة اعطني واجزل لي العطاء أن أباك كان قاتل الفجرة الفسقة الإمام الحسين يلتفت إلى قنبر قنبر كم بقى عندنا من الأموال قال خمسمائة دينار الإمام الحسين من وراء الباب ما طلع على الإمام الحسين شوف الكرم قال خذها وإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفق يبكي هذا السائل أخذ الأموال بكى قال وما يبكيك استقللت هذا المال هذا أموال قليلة قال لا يا أبا عبد الله إنك ذو جود وكرم ولكن أبكي على هذه اليد كيف يأكل التراب يدك أبا عبد الله أما ما أردت أن أوصله إليك بالضبط للإمام الحسين في هذه الليلة اسمعوا هذه القصة العجيبة من الإمام الحسين وانظروا يا مؤمنين واسمعنا يا مؤمنات كيف الإمام الحسين يحافظ على شرف الناس ويحافظ على نواميس العالم ولا يفرط أبدا وانظروا إلى الطرف المقابل كيف يتعاملون مع الناس بالخديعة والنميمة واللبيب بالإشارة يقولون عبد الله بن السلام كان موالي معاوية على البصرة كان والي لمعاوية على البصرة هذا عبد الله بن السلام كان من محبي أمير المؤمنين عنده زوج غاية في الجمال اسمها أورينب يزيد ابن معاوية خارج في رحلة صيد وين جاي؟ صوب البصرة مني هذه كانت تخارجة مع الجواري تسقي الماء أورينب زوجة عبد الله بن السلام فلما رآها يزيد وقعت في قلبه تعشقها طيب تقول الرواية فأقفل راجعا وين؟ إلى الشام يوم بعد يوم أخذ يتمرض راحوا حق معاوية قالوا لو ولدك مريض تعبان راح يموت ايش فيه؟ قالوا والله بهداء العشق ومن يريد؟ قالوا أورينب زوجة عبد الله بن سلام واليكم على البصرة قال بعد متزوجة أنا اش يسوي له قام ذلك الرجل ما نجيب الأسماء قال بتزوجة شنون أبسط ما يكون هذه حلها عندي أنا قال له شلون قال له أنت ارسل رسالة فقط إلى عبد الله بن سلام كل تعال ونحن نعرف نحل المشكلة طيب قال له يلا فضل أنت كتب رسالة مطنطنة إلى والينا في البصرة لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه واشتاقت القلوب إلى بعضها وكذا وكذا رسالة كبيرة هذا لما قرأ الرسالة أصلا تعجب عبد الله بن سلام وكان يأتي إلى الشام يومين وثلاثة ما يستقبل معاوية لما جاءته الرسالة ذهب أيضا عبد الله بن سلام في طلب هذه الرسالة ذهب إلى معاوية بالشام وإذا معاوية واقف ينتظر بالطريق استقبال كبير ذبحة الجزر حافي شنو صاير بالدنيا شنو اللي قلب الأمور طيب تقول الرواية ثلاثة أيام أكرم إكراما كبيرة كبير في اليوم الثالث اختلوا في عبد الله بن سلام معاوية ابن أبي سفيان وذلك الرجل قال له معاوية يا عبد الله بن سلام قال له نعم قال له سر عندك بالأمانات قال له طيب ما هو قال له والله أنا ترى ما عندي إلا بنت وحدة اسمها رملة قال له زين وبعدين قال له والله هذه رملة شابة عمرها عشرين خمسة وعشرين سنة الآن صار لها أسبوعين ثلاثة تقعد علينا بنص الليل تقول زوجوني عبد الله بن سلام أنا أريد عبد الله بن سلام والآن يا ابن حلال لا إحنا ننفضح بين الناس وكذا فش رايك أنت تتزوجها قال له ما يخالف أتزوجها قال له بعد إحنا هذه البصرة نشيلك منها نعطيك ملك مصر أحسن لك البصرة صغيرة عليك إذا أنت تزوجت هذه رملة بنت معاوية بعد إحنا راح نخليك وين والي على مصر أفضل من البصرة قال ما يخالف هنا التفت له ابن العص قال له ولكن يا عبد الله هذه ابنية وشابة وصقيرة ما ترضى تكون ضر شريكة مع وحده قال له طيب وما العمل قال له طلق زوجتك حتى نزوجك هذه قال ما يخالف أطلقها قال لا ما تطلقها هكذا قال له طيب شو العمل قال له يوم الجمعة تصعد على المنبر وتقذفها بأقضع الأشياء وتتكلم عليها فتطلقها قال له طيب ما يخالف أفعل قره الشيطان والعياذ بالله صعد على المنبر أيها الناس اعلموا أن الدنيا كذا عبد الله بن سلام كان خطيب طيب وأني أعلمكم وأشهدكم بأن زوجتي أورينب قد خانتني وأنها فعلت كذا وكذا وكذا وأنا أشهدكم وأشهد الله والجلوس بأنني قد طلقتها طلق المرأة سجلوا الكتاب وإذا طلق لا رجعت فيه ودوا الكتاب لمن أورينب فضطت الكتاب وإذا قد طلقها طلق أسقط بيدها قعد هذا هذه أورينب أخذت أغراضها وأقفلت راجعة وين راحت إلى المدينة إلى أهلها أهلها وين بالمدينة المنورة هذا قعد عبد الله بن سلام بعد ما طلق زوجته اليوم الأول اليوم الثاني الأسبوع الأول الأسبوع الثالث كذا قال لي معاوية يا الله وين اللي تقول أنت تبتزوجني بنتك وين هذه اللي تقول تقعد نص الليل تقول عبد الله زوجوني عبد الله قال لا والله أنت مو مسلم قال لا بلى قال لا مو لازم شرط الزواج الإيجاب والقبول قال لا بلى قال لا خروح أسألها أول لازم خلا روح اسأله اول قاله طيب راح راح رجع قاله والله تقول لو الذبحوني ما اتزوج من عبدالله بن سلام عجيب اين الكلام فعلمه بالمكيدة اسقطه بيدك قاله طيب ملك مصر وينه اللي تقول اتبت تعطيني ملك مصر وينه قاله والله ابن العاص موجود اذا عطناك ملك مصر يزعل علينا ويسوي لنا داهية بالاسلام ويلا عوزنا وايضا نريد ان نعزلك عن ولاية البصرة يلا مع السلام اروح ها فاسقط بيده علم بالمكيدة طيب ارينب وين راحت الى المدينة معاوية حط الاثنين خطابة يروحون الى المدينة شنو يسوون يخطبون ارينب لمن ليزيد هذول الاثنين راحوا الى المدينة وصلوا منتصف الليل قال له يا معود احنا حين نروح نطق الباب على المرة تطردنا جاينا نص الليل قال له وين نروح ننتصف الليل قال له ليس هناك افضل من مظافة ابي عبد الله الحسين عليه السلام نحن نروح الى الحسين انبات هذه الليلة ها وغدا ان شاء الله نأتي الى امرنا الذي نحن فيه قال له زين ذهبوا الامام الحسين كان يصلي صلاة الليل استقبلهم احسن استقبال قدم لهم الطعام ثم سألهما ما قدومكما الى المدينة قالوا جئنا خاطبين ارينب ارينب ليزيد ابن معاوية الامام الحسين ما فلتت منه هذه النقطة لاحظوا بؤمنين علم الله لاحظوا شرف وكرامة وشهامة الحسين قال لهما اذا عرضتما على ارينب خطبة معاوية على لولده يزيد فاعرض خطبتي عليها قولي لها ايضا للحسين فهي تختار تختار الحسين ام تختار يزيد قالوا محاضر ابا هذه وين يفكر فيها معاوية الف سنة ما يفكر فيها معاوية يمرون على الحسين ويقعدون في مظافة الحسين والحسين يقول له معرض الخطبة عليه طيب الامام الحسين عليه السلام هذول الصباح راحوا طرقوا الباب على ارينب جالسة قال لها جئناك خاطبين قالت ممن قال لها من الشام من معاوية لولده يزيد ومن المدينة من الحسين ابن علي ابن ابي طالب طالب بعد انقضاء مدة شرعية بعد انقضت المدة شرعية قالت والله لا اختار على ابن بنت رسول الله احد خلص الامام الحسين عقد عليها في الحال رجع الى الامام الحسين اخبرها قال له والله عرضنا قالت لا اختار على ابن رسول الله احد الامام الحسين عقد عليها وما دخل بها ولاحظ هذه ملاحظة جدا شديدة الإمام الحسين عقد عليها وما دخل بها أبدا رجع هؤلاء ماذا فعلتم في الشام قال والله إحنا مرنا على الإمام الحسين ذهبتوا إلى الحسين طيب وبعدين قال والله قال كما تعرضون الخطبة ليزيد عرضوا وبعدين قال والله الإمام الحسين زوجها أخذها الآن غضب معاوية ضرب كل منهم واحد ثمانين صوت وقضتهم بالطامورة هذا عبد الله بن سلام لما سمع أن زوجته أصبحت في عهدة الحسين أقفل راجعا وين إلى المدينة مرة أخرى ذهب إلى دار الحسين مولاي أبا عبد الله لقد جئت بذنب عظيم وأنتم أهل بيت الكرم أهل بيت النبوة هل تروني من توبة قال أنتب تاب الله عليك قال مولاي الآن أرينب أصبحت زوجتك أنا بقطع بأسألها عن بعض الأمور هاكو بعض الأمانات في البصرة رجعتها إلى أهلها كذا قال ما في باس جاءت أرينب محجبة محجبة جلست بمجرد أن نظرت إلى زوجها تساقطت دموعها عبد الله بن سلام بمجرد أن رآها بكى وجعل بينكم مودة ورحمة طيب الإمام الحسين لاحظوا في تلك اللحظة الحساسة رفع ورمق طرفه بالسماء لاحظوا الحسين عظمة الحسين قال اللهم اشهد أني ما تزوجت أرينب إلا لأردها لزوجها وأحفظها لزوجها عبد الله بن سلام لأنه وقع في مكيدة كبرى من معاوية فطلقها الحسين وزوجها ردها إلى زوجها مرة أخرى هذا كرم الحسين هذه مقامات وشرف الحسين عليه السلام الحسين عليه السلام ما غرته الدنيا بغرورها لا بأموالها ولا بنسائها ولا بكنوزها ولا بجواهرها كأبيه أمير المؤمنين قال يا دنيا قد طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك أبدا لذلك باع نفسه إلى الله سبحانه وتعالى لاحظوا الصادق صادق مع نفسه وصادق حتى مع عدوه زينب تقول في عصرية ليوم عاشراء أو ليلة عاشراء زحف الجيش الإمام الحسين كان جالس على باب خيمته يبرد سيفه يصلح سيفه وهو يقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل والدهر لا يقبل بالقليل زينب تقول الرواية رأيت الإمام الحسين أخذته إخفاق نام نوم خفيفة الإمام الحسين زينب بكل حنان وضعت يدها على كتف الحسين حبيبي حسين أخي حسين ابن أمي يا حسين أنائم أنت انظر إلى هذا القوم إلى هذا الجيش قد زحف إلينا الإمام الحسين أفاق تقول زينب رأيت الإمام الحسين تتساقط دموعه ويبكي بكاء مرة قلت وما يبكيك قال والله ما لنفسي بكيت ولا لعيالي ولا لأصحابي ولا لأهلي ولا لأولادي إنما أبكي لهذا الجيش الجرار يدخل النار بسببي صادق مع نفسه وصادق حتى مع عدوه لذلك ترى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أحلك لحظات يوم عاشراء بقى وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين استوى على ظهر جواده رمق السماء بطرفه من يخاطب في تلك اللحظات يخاطب ربه إلهي إني تركت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك آيا فلو قطعت بالسيف إرفع لما مال الفؤاد إلى سوايا كايا زينب تقول في آخر لحظات المعركة وإن وقفت زينب على التل الزينبي شبكة العشرة على رأسها صاحت بأعلى صوتها ثلاثا حبيبي يا حسين نور حيني يا حسين أخي يا حسين إن كنت حيا فكلمنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله ثم انحدرت زينب خليك مع هذا تصور هذا المنظر الكئيب بعينيك بقلبك عيش هذا الحدث انحدرت زينب من وين من التل الزينبي والريحة رايحة إلى مصرع الحسين تبين ذلك عمر بن سعد قال يا ويلكم قال للجيش انفرجوا لها في ماطين أتعلمون أي عزيزة برزت وأي كريمة خرجت هذه زينب ابنة علي جاعت وقد لبست عزار أمها الزهراء مؤمنين الجيش انفرج سماطين جاعت زينب تتخطى القتلى قتيل بعد قتيل إلى أن جفت على ركبتيها وانجلست عند جثة المولى أبي عبد الله الحسين في آخر لحظات حياته يقول حميد ابن مسلم رأيت زينب وضعت في مفا عند فامي الحسين وقد وضعت يدها تحت يده كلما رفعت عضوا انتغط آخر رمقت السماع أبي طربيه إلهي إن كان ذلك يرضيك فقد حتى تالله زينب زينب الإمام الحسين يقول حميد ابن مسلم رأيت شفتي الحسين تتحرك قلت والله إن كان الحسين يدعو علينا فنينا عن آخرنا ها فنينا عن آخرنا وإذا زينب وضعت وين وضعت إذنها عند الحسين عند فم الحسين الحسين بضعيف صوتين ينادي زينب زينب أخيّ زينب والله إني عضشا أريد قدرة من الماء زينب قامت قامت محتارة 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 زينب تنظر يمينة شمالة تصيح يا ناياس يا ناياس درب المجرى عمني يا ناياس يا ناياس درب المجرى عمني مني يا 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 يان أنا بروح نجيب الماء الاحسين يا 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 عطشان أخويا يا مسلمي لا والله حبيد ابن المسلمي يقول لا والله بعدها الشفتين الحسين تتحرك يقول هنانك وإذا بالحسين يخاطبكم يا شيعة الحسين عندك حالة نياحة ترترد شيعتي مع ما شربتم عذب معيين فاذكروا عيوني او سمعتم بغريبين او غريبين فاندبوا عيوني فانا الزبط الذي من غير جرمين قتلوا عيوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدان سحقوا عيوني ليتكن في يوم عاشرايا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحمون الله يرحمك يا ابن عطية يا شيعتي نصب العزاء وبكوا علي وبكوا على صدر تدو وسلاح وجير ما واحد اللي نصاب من قبل بفجيح يا شيعتي نصاب من قبل بفجيح عاية نصاب من قبل بفجيح بسعمل من قبل بفجيح يا شيعتي نصاب 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 من قبل بفجيح يرحمor الإله و الفقيه الرباني ايضه بتأييداتك اجعل هذا بلدا آمنا اللهم ارزق اللهم ارزق اهله من الثمرات لعلهم يشكرون الى ارواح موتانا و موتاكم و موت العلماء والسادات و المؤسسون لهذا المأتم و السامعين و الجالسين رحم الله من ذكر للجميع ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة